بدي اقول مثل في قناعة وصنالة انه اليوم الانسان بدون ولادي جديدي ولا ممكن انه يدخل ملكوت السماء كلمة ملكوت سماء هي اني انا امتلق من الروح الكدس بيوم الخمسين صحيح واليوم الخمسين بعد ما وقف والانسان اللي ما بيمتلق من الروح الكدس ولا ممكن يموت عن الانا اللي موجودة فيه لانه بيقول لا احيا انا بل المسيح يحيا فيه الانسان المسيحي اصبح المملوء من الروح الكدس لانه الفاتر كمان روحيا الله يتقيقه من فمه كأنه ما بده ناس فاترين او مؤمنين فاترين بده ناس مملوئين وبيقول وصي امتلقوا بالروح الكدس صحيح ما تدفو روح الكدس اللي فيكن كرميل شو عم بيقولنا هاي الكلام كرميل نأتي بسمار صح اصبح اذا نحنا ما كنا ملح بالارض وندوب بالارض ونذهب ونكرز ونكون مثال ربنا وإلهنا ومعلمنا يسوع المسيح حيث يكون هو حيث اكون انا يكون خادم ايضا او تلميذ ايضا امين مش هيك بيقول الحصاد كثير والفعلة كاليلون انا اليوم هالياتورة بدي انتر كون بروفيسير او بروفيسير ايش بيقولو بروفيسير تروح اخدهم انا شخصيا بتروس ما كن اقل العالم كن ملح بالمية مش هيك لا بالكوة ولا بالكدرة بل بروحي انا علي يقول نعم اقبل النمية لبلك ايه توني خيهي مثل الوزنات ما في حدا بالعالم فيقول انه انا ما عندي ما عندي وزني اقلها هو وزني مش هيك هلا اللي لفت بالنسبة لأليه انه اللي عنده وزني اللي هو وزني واحدة هو الوحيد اللي راح وطمره بالارض وقرر انه ما بدي استعملها وقرر انه هيدا وليك شو سميه الكتاب المدس قال له ايها العبد الكسلان بعدها مش بس هيك الشرير ليش الشرير اللي عم بطلع انه ليش انت عندك ثلاثة وليش انت عندك خمسة انا بس عندي واحدة لكين انا ما قلقين وخاف وخاف بس انت هاي الصغيرة حتى المهي انت مفتكر هي ولا شي كنت عم بحكي بالكنيسة من اسبوعين ثلاثة وعمقول انه جسد المسيح ما فيه مراكز الجسد جسد الانسان ما فيش اسمه مركز فيه وظائف فيه اعضاء يعني بمعنى انا هلا ايد واجهر وعين ودينة وقلب وكذا ولاحظة معظم الاعضاء المهمة او اللي هي كتير فعالة بالجسد مثل القلب مثل المعدة مثل المخفية ما بتشوفها ومش ظاهرة ولاحظ قال انه حتى الرب قال هيك قال الاعضاء الاضعف اعضاء بتاخد شو كرامة اكتر رفع ايون اضعف اعضاء بجسمك ان ضفيرك وشعرك اكتر شي انت بتتكلف على ضفيرك وشعرك اشتركوا في القناة